نروح لخبر آخر من داخل النادي الأهلي وهو الإعلان عن التعاقد مع عمر عصر خامس أولمبيات توكيو 2020 ولعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لمدة موسمين قادمين كابتخاد العودي الحقيقة أعلن والنشاط الريادي أعلن هذا التعاقد وعودا حميدا يا عمر أنا عايز أقول لكم أن عمر مش معنى أنه مضى أنه كان بيدعى النادي الأهلي لعبة التنس الطاولة مختلفة شوية عن الألعاب التانية يعني ممكن يكون بيلعب في أكتر من نادي في الموسم الواحد طبعا دي صورة توقيع كابتخاد العودي مع عمر عصر وقال كابتخاد العودي أن المفاوضات مع عمر لم تستغرق وقتا طويلة وأن اللعب الكبير وقع العقود الانضمام إلى النادي دون أن يكون له أي شروط يعني مبدئا رغبته الكاملة والأكيدة في التواجد داخل الأهلي والمساهمة في تحقيق الكثير من الألقاب خلال الفترة المقبلة وأكد مدير النشاط الرياضي أن التعاقد مع عصر يمثل إضافة كبيرة بما يبلكه من خيرات أو خبرات وساعة ومسيرة مميزة خاصة بعد ما قدمه من إنجازات كبيرة في دورة الألعاب الأولمبية توكيو 2020 زي ما قلت حضرتكم المركز الخامس كأفضل ترتيب للاعب عربي أو أفريقي في التاريخ في الأولمبيات واللي عايز أقوله أن الفترة اللي جاية احنا محتاج له يمكن عمر ملعبش معنا البطولة العربية ولكن الفترة اللي جاية لما يتواجد أكيد إضافة مع اللعب والنجوم الموجودة مبروك يا عمر وألف مبروك أيضا لنادي الأهلي التعاقد مع عمر عصر ترجمة نانسي قنقر